انتخابات المستشار أحمد بن داري بعقد مؤتمر صحفي الساعة 2 ظهرا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة وكان الجهاز التنفيذي أعد تقرير شامل بيتضمن ما يفيد لانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات اللي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي إلهام وعرض الجهاز التنفيذي تقريره على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واللي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجهازية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو اللي بيتطفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الرسخة في شأن الانتخابات وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة للصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله مشيرة لحرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة